سين هل أسماء الله تعالى تسعة وتسعون اسما فقط أم أن أسماءه غير محصورة في هذا العدد جيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة استدل بعض العلماء كابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد ونقل بعضهم كالنووي اتفاق العلماء على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد وكأنهم اعتبروا قول ابن حزم شذوذا لا يلتفت إليه قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمعنى الحديث أن هذا العدد أي من الأسماء الحسنة من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة واستدلوا على عدم حصر أسماء الله تعالى الحسنة في هذا العدد بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن من أسماء الله تعالى الحسنة ما استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه وهذا يدل على أنها أكثر من تسعة وتسعين والله أعلم